السلام عليكم عام 2010 وتحديدا في مدينة وهران الجزائرية وتحية لأهل الجزائر وليهون السامعين جميع فيه امرأة ينقلها الحاجة يمينة الحاجة يمينة هذه امرأة متقدمة في السن عمرها في بداية السبعينيات والحاجة يمينة هذه مثل ما نقول هي جدة الحارة والرايح والجاي يتصبح بوجه الحاجة يمينة تقعد الحاجة يمينة من الصبح اطلق لها كرسي خشب صغير وتقعد قدام باب المنزل والجارات صباح الخير يا حجة صباح الخير يا جدة صباح الخير يا ام حميدو الحاجة يمينة هذه عندها ولد ولد وحيد اسمه حميدو حميدو هذا كان فيها ذاك الوقت في عام 2010 في تقريبا بداية الاربعينيات والحاجة يمينة عايشة هي وحميدو حميدو هذا فتح عيونه على هالدنيا على امه ما يعرف لا ابوه ولا خواله ولا عمامه وابو حميدو رجال كان مع المجاهدين الجزائريين في الحرب الفرنسية الجزائرية والرجال مستشهد رحمة الله عليه في الحرب حرب التحرير تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي ومن ايام اللي توفي الرجل كان حميدو في بطن امه ولما خلق حميدو اربيه او فتح عيونه على امه ما يعرف ابوه ولما كبر شوي شوي صارت امه تقول له ابوك شهيد وابوك كان مجاهد وكانت الحاجة يمينة عايشة هي وابنها حميدو على المعونة او الراتب اللي تعطيه الحكومة الجزائرية لأسر الشهداء وهالمرة هذه من اول ما جاها حميدو وحميدو هو صغير تخاف عليهم من نسمة الهواء وتدير بالها عليه والداريه وتربيه وصار فيها علاقة ما هي طبيعية بين حميدو ووالدته وتروح الايام وتيجي الايام حميدو بسبب العلاقة هذه بينه وبين والدته كان شايل من باله فكرة الزواج وما تزوج رغم انه وصل الى سن الاربعين الحاجة يمينة كان في عندها بعض العادات اللي اهل الحارة يعني متعودين عليها بشكل يومي مثل ما قلنا من اول ما تطلع الشمس او اول ما يطلع الضو الحاجة حميدة تفتح بابها البيت وتطالع الكرسي الخشبي وتقعد على باب البيت وتلاقيها الناس اللي رايح على العمل واللي رايح على دوامه وعلى وظيفته واللي رايح على ارضه يعمل فيها الكل يصبح ويتصبح على يمينة صباح الخير صباح النور الأخبار العلوم تظل قاعد الحاجة يمينة على بابها البيت لحد ما تحمى الشمس وتشيلها الكرسي وتدخل داخل المنزل الجارات جارات الحاجة يمينة يتفقدنها بشكل يومي بما انه ما عندها زوجة ابن ولا عندها بنت وامرأة كبيرة في السن فاما تجي الجارة تكون مسويت لها مثلا طبخة تشيل من راسة الطبخة وتجي على الحاجة يمينة من باب البر بالجارة تدير بالها على جارتها كذلك بعض الجارات يرسلن بناتا على الحاجة يمينة ينظف لها البيت مثلا الحاجة يمينة بعض الأيام يجي على بالها الطبخة ما توصي احدى الجارات والله اليوم جاي على بالي الطبخة الفلانية وتعطيها فلوس تروح هاي الجارة تشتري الأغراض وتجي تطبخ الطبخة هذي للحاجة يمينة وكذلك ينظفنها البيت ويغسلن الاثياب ويضبطن الوضع وعايشة الحاجة يمينة وولدها هذا حميده على هالحال وحميده هذا يوم يشتغل وعشرة ما يشتغل أيام يشتغل على بسطة خضرة أيام يغيب يوم ولا يومين عند ولدته هاي حميده وين كنت يقولها والله كنت أبحث عن عمل كنت عند أحد أصدقائي وتروح الأيام وتجي الأيام أهل الحارة مثل ما قلنا متعودين كل يوم الصبح لازم يشوفون الحاجة يمينة قاعدة على باب المنزل ويمر يوم اثنين ثلاث الحاجة ما عاد بيّنت ولا عاد لها وجود وكل يوم كانوا يشوفونها على باب البيت وتتصبح الناس فيها فيه جار للحاجة يمينة فقد المرأة كل يوم هذا يطلع على شغل الصبح ويشوف الحاجة قاعدة على باب البيت لكن مر أول يوم قال الله كيمكن الحاجة مريضة ولا كذا اليوم ما طلعت كذلك اليوم الثاني اليوم الثالث لما طلع الصبح ودروها على عمله ما لقى الحاجة يمينة على باب المنزل جهه ودق الباب ويطلع له حميد وصباحا الخير يا حميد وهالأخبار العلوم قالوا الحمد لله بخير خير يا جار قالوا يا أخي الحاجة يمينة والدتك وينها صار لها يومين وهذا ثالث ما أنا قاعدة أشوفها عسى ما شر مريضة شنو نصير عليه قال لا 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 تخاف أبدا الحاجة يمينة زائرة عند واحد من إخوانها أنا وديتها هذاك اليوم لعند خالي وهي أمورها كويسة وأصلا هي كل فترة وثانية تروح تمضي لها مدة عند آآ واحد من إخوانها وجزاك الله خير يا جار على السؤال وعلى سؤالك على والدي لكن تطمن وأمورها كويسة إن شاء الله الرجال هذا قال جزاك الله خير والحمد لله اللي تطمن على الحاجة لأنها هي بركة الحارة وتعودنا نشوفها كل يوم لذلك يعني حبيت أني أسأل وأطمن عنها قال جزاك الله خير ورجال هذا راح على عمله وحميده دخل داخل المنزل مر له تقريبا أسبوع زمان عشر تيام انتشر الخبر في الحارة جار هذا سولف زوجته والزوجة سولفت الجارات وانتشر الخبر ويا بنت قولي لأمك الجيران يعني ما عاد يشوفون الحاجة على الباب انتشر الخبر أنه الحاجة زائرة عنده واحد من إخوانها بعد مرور حوالي تقريبا شهر زمان ويجي هذاك اليوم رجال يدق على باب الحاجة يمينة يدقها الباب ما حدا تطلع الظاهر حميده ما هو موجود في البيت ويطلع الجار اللي كان يسأل عن الحاجة يمينة هذاك اليوم طلع على الرجال خير شنو الموضوع يعطيك العافية يا أخي أنا والله قاعد أدق الباب على الحاجة يمينة يا أخي وين الحاجة يمينة صار لي فترة أدق على الباب ما في حدا قالوا منو أنت يعني لحتى تسأل عن الحاجة يمينة لو سمحت قالوا أنا أخوها للحاجة يمينة قالوا يا أخي الحاجة يمينة عندك شلون عندي قالوا والله أنا سألت ابنها قبل فترة ابنها حميده وقال لي أنه الحاجة يمينة زائرة عند أخوها الرجال هذا قال لك يمكن عند واحد من أخواني الثانين ويقوم يسحب التلفون ويتصل على أخوه الأول قالوا السلام عليكم وعليكم السلام يا أخوي الحاجة يمينة عندك شي قالوا لا والله ما عندي صار لي فترة ما شفتها خير شنو الموضوع قال والله ما في شي جيت عليها على المنزل أتفقدها وطلع جارهم يقول لي أنه الحاجة يمينة عند أخوها وهي ما جت لعندي وأنا يعني اتصلت عليك علشان أعرف شنو الموضوع لكن ليس أن لا يمكن عند أخونا الثالث خليني أتصل عليه ويقوم يتصل على أخوه الثالث السلام عليكم وعليكم السلام يا أخوي الحاجة يمينة عندك شي جت زارت عندكم قالوا لا والله شنو الموضوع شنو السالف قالوا والله جاي أزورها والرجال هذا الجار يقول أنها عند واحد من أخوانها وهي ما جت لعندي ولا عند أخوي فلان ولا هي عندك وين ودها تروح المهم حاولوا يدقون الباب الجماعة على حميده وحميده ظاهر ما هو موجود في البيت أخوه الحاجة غادر المكان والجار دخل بيته وفي المساء يجون الأخوان الثلاثة أخوان الحاجة على بيت أختهم دقوا الباب ويطلع حميده السلام عليكم هيا حميده الأخبار العلوم حيا الله بالخوال هيا حميده أنت تقول أنه والله جينا احنا في الصباح نسأل عن أختنا وأنت قايل للجار أنه الحاجة يمينة عند واحد من أخوانها وهي صراحة ما جت لعنه ولا شفناها شنو الموضوع يا حميده وين الحاجة يمينة؟ قالهم لا 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 تخافون لا ينشغل بالكم الحاجة يمينة بخير وأمورها كويسة شنو الموضوع يا حميده وين الحاجة؟ قالوا لهم يا عمي الحاجة يمينة مريضة وأنا وديتها على الطبيب ودخلت المستشفى وأمورها كويسة وين أي مستشفى؟ أي طبيب؟ خلينا نروح نزورها؟ قال لا 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 تكلفون خاطركم أبدا الطبيب أصلا منع زيارتها خير شنو المرض اللي عندها يحميده؟ شنو الموضوع؟ شنو السالفة؟ قالهم والله صراحة يعني مرضة شوية تعبانة وعندها سكري وتعرفون أمراض الضغط وكذا ولكن الطبيب منع الزيارة عنها بشكل كامل ولك يا حميده ليش منع الزيارة؟ قال ما أدري هاي تعليمات الطبيب وأنا صراحة ما ودي أقولكم على اسم المستشفى علشان لا تروحون وتزعجونها وصراحة أنا قلت للجيران أنه والدتي مريضة علشان ما يعني يحاولون يروحون يزورونها في المستشفى ويسببون لها إزعاجات وبناء على تعليمات الطبيب أنه ممنوع حدا يزورها يا حميده أنت متأكد من هالسوالف شنو المرض اللي عندهم ما رضى يقولهم شنو المرض إلا أن الطبيب منع الزيارة عنهم بشكل نهائي وممنوع حدا يزورها وممنوع حدا يسبب لها إزعاج الأخوان قالوا لك ليس إلا خلينا خلاص نروحوا يا حميده طمنا عليها أول بأول وأول ما يسمح الطبيب بزيارتها علشان روح نشوفها أخوانها وخايفين عليها وامرأة كبيرة في السن المهم راحوا الجماعة بحال سبيلهم وحميده سكر الباب ودخل داخل هالبيت مر أول يوم الثاني أول أسبوع عشر تيام شهر زمان على هالحال وأخوانها كل يومين ثلاث يتصلون على حميده وها يا حميده الأخبار والعلوم شنو موضوع الحاجة يمينة طلعت الدكتور سمح في زيارتها يقولهم لا والله لكن أبشركم أن أحوال الحاجة يمينة كويسة آه إن شاء الله يومين ثلاث انتظروا اتصال مني إن شاء الله أمورها كويسة وتطلع إن شاء الله عن قريب ودعو لها بالشفاء والخبر أنت شرب الحارة ويا بنت قولي لأمك الحاجة يمينة مريضة وهالناس تدعيلها وهالجارات يدعلها بالشفاء والحارة فقدتها والحاجة يمينة معلم أساسي من معالمها الحارة الجيران لازم لهم يطلعون ويشوفون الحاجة يمينة المهم ما لكم بالطويلة مر أول شهر الثاني الثالث الرابع والحاجة يمينة ما طلعت من المستشفى شنو المرضى اللي عند الحاجة يمينة الجار اللي سأل عنها في البداية صار يفكر بها السالفة أنه أخوانها جو وسألوا عنها سألوا حميد وحميد وقال أنها مريضة في المستشفى وشنو المرض هذا اللي الطبيب يمنع الزيارة ثلاثة أربعة شهور الرجال عرف أنه الموضوع فيه أنه اختفاء الحاجة يمينة ما طبيعي ويقوم شير حاله يروع على مركز الأمن على الرجال الأمن السلام عليكم وعليكم السلام ودي أبلغ عن حالة اختفاء شنو حالة الاختفاء قال الموضوع كذا وكذا وكذا وأنا صراحة شاكب هذا حميده أو أنه الحاجة هاي صار عليها أمر الجماعة خذوا البلاغ على محمل الجد واستدعوا حميد وها يا حميده وشنو الموضوع وأمك مريضة في المستشفى وصار لها ثلاثة أربعة شهور قال لهم ايه نعم صحيح طيب وين أمك الآن قالوا لهم يوم أمس كانت نايمة عندي في البيت وطلعت ودها تروح على المستشفى وأنا شنت نايم وظهر أنها ما رضيت تفيقني وراحت لكن والله يعني ما عاد رجعت طيب وين راعت على أي مستشفى قال والله ما أدري الرجال الأمن صاروا يبحثون بهالمستشفيات المحيطة في المنطقة من مستشفى المستشفى بعد ما أخذوا اسمها بالكامل يبحثون من هناك ما أعثروا عليها أبدا ما فيها الاسم كل المستشفيات ويرجعون على حميده وها يا حميده أمك ما هي موجودة فيه أي مستشفى قالهم والله ما أدري خاف أنها ضاعت ولا حد لقاها أخذها على دور رعاية المسنين أو كذا صاروا يبحثون في دور رعاية المسنين ما أعثروا عليها أبدا يا حميده وين أمك رجال الأمن شكوا بالولد أنه وضعه ما هو طبيعي وبدأ عليه علامات الارتباك ويجون على البيت ويفتشون البيت دخلوا على البيت وقال له البيت صاير يعني ما ينفات عليه بيت بدون تنظيف بدون تعزيل ودخلوا ويفتشون بهالمنزل ما أعثروا على أي أداة للجريمة مثلا أو أثر دماء أو أي شيء لكن انتبه واحد من المحققين على السرير اللي تنام عليه الحاجة يمينة لمن السرير هذا يا حميد وقال هذا سرير الوالدة طيب هذا السرير مكسر شفت الخشب هذا اللي يكون محطوط تحت السرير تحت الفراش الخشب هذا مكسر قالوا له طيب شلون نايم على السرير هذا والسرير هذا مكسر قالوا والله ما أدري يعني هي كانت تنام على السرير هذا وصاروا يبحثون في أمام المنزل حديقة صغيرة يعني تطلع لها بمئتين ثلاثمائة متر وصاروا يبحثون بهالحديقة لعله وعسى أنهم يعثرون على طرف يدلهم على شيء ما على اختفاء المرأة هذه وينتبه واحد من المحققين من رجال الأمن على اتراب مبين وكأنه يعني فيه حشيش أو عشب وربيع طالع في المنطقة في المكان ومبين المكان هذا محفور وجاب واحد من العناصر قالوا احفر لي فيها المكان ويحفرونه شوي ويعثرون على أطراف أو جثة بشرية ويطالعون الجثة هذه وحميده لما شاف الجثة وإلا هذه جثة أمه وينهار ويصير يبشي ويا ماما والله يرحمك ولك يا حميد وهذه جثة أمك من ودفنها هنا قال والله صراحة أنا اللي دفنتها طيب ليش دفنتي هنا وشلون وشنو اللي صار وشنو الموضوع قالوا لهم والله بناء على وصية والدتي شنو وصية والدتك يا حميده قال والله والدتي وصتني قبل لا تموت قبل فترة يعني قالت لي إذا متت يا حميده ادفني في المنزل في حديقة المنزل ولا أتخبر حدا أبدا وإذا خبرت حدا ترى أغضب عليك إلى يوم الدين وكل شيء ألا غضب الوالدة وأني نفذت وصيتها طيب شلون حصلت الوفاة شلون كذا قالهم يا عمي السالفة يعني بعد الضغط وبعد التحقيق قالهم صراحة ذاك اليوم دخل علينا حرامي لأنه قالوا له ليش السرير هذا مكسر قالهم دخل علينا حرامي سارق وأنا كنت نايم وصراحة نايم في الغرفة الثانية وهي نايمة في الغرفة هذه والحرامي ظل يضغط عليها وهو يخنقها على السرير الظاهر أنه تكسر الخشب هذا ولما ماتت وحزنت عليها ووزعلت وقلت يعني ودي أنفذ وصيتها وأدفنها في المكان هذا وما راح أخبر حدا أبدا وأنا نفذت الوصية ما سويت إلا تنفيذ وصية وحميده في هالوقت منهار ويبشي وزعلان وطبعا تفزع هالحارة ويا بنت قولي الأمت الحاجة يمينة متوفية وميتها صارها ثلاثة شهر أربعة شهر ومدفونة بالبيت وتفاعل سكان الحي مع وفاة الحاجة والكل يدعي لها بالرحمة لكن رجال الأمن شاكين أنه القضية فيها جريمة يعني منه سالفت أنه والله حرامي قتله طيب ليش ما بلغت ليش قال خلاص يعني انتقلت إلى رحمة الله عز وجل وبتفتيش المنزل وسؤالهم عن أغراض المنزل ما تم اكتشاف أي خلع بالأبواب أو سرقة أي شيء قال خلاص بمعنى الحرامي ما سرق لكن أمي توفيت وأنا ما قدرت عمسك الحرامي ونفذت وسيتها تم رفع جثة للطب الشرعي ولمعرفة أسباب الوفاة ووقت الوفاة تبين من خلال تقرير الطب الشرعي أن الحاجة ويمينة متوفية عن طريق الخنق لكن رواية أنه السارق وحرامي داخل على البيت وهو اللي قتلها ما دخلت مخ رجال الأمن والمحققين وقال له السالف هاي مي مضبوطة يا حميدو قروا واعترف أحسن ما نحطك على بساطة الريح ونخليك تصريح وتستريح يا جماعة يطولكم يقصركم من هناك ما في فائدة بعد الضغط والتحقيق مع حميدو اعترف حميدو حميدو هذا كان ياخذ هو والدته اللي هو الراتب اللي تاخذ والدته اللي تعطيه الحكومة معينة لأسر الشهداء وحميدو هذاك اليوم حاط بباله أنه وديه يسافر على إسبانيا وجاء على أمه هذاك اليوم وقالها يما أنا وديه يسافر على إسبانيا وقالت له تسافر ويندك تسافر وتخليني أنا الحالي وبعد هالعشرة وهالتربية وبعد عشرين سنة الراعين سنة عفوا وكل شبر بنذري يقول يا حميدو تدشرني وتروع على إسبانيا قالها والله ودي أروع على إسبانيا وودي فلوس قالت فلوس ما في على أعطيني الفلوس هذه اللي تطلع من المعينة من المساعدة الراتب الشهري قالت له ما أعطيك على تعطيني ما تعطيني حميدو طبعا كان من الشباب اللي يتعاطون المخدرات والبلاوي عفان الله وإياكم خلال الفترة السابقة وعاطل عن العمل وعم رافق شلة من رفاق السوق وحاط باله الرحلة على إسبانيا لما أمه امتنعت أنه تعطيه الراتب هذا ويقوم يخنقها هذي شليلة وفي نفس الليلة يقوم يحفر لها قبر داخل الحديقة الجنينة هذي ويدفنها ويدار ما دخلت شر ولما صارت الجار سألوا جوه الأخوان قالهم في البداية أنه زائرة عند أخوها وبعدين قال لأخوانها أنها في المستشفى واعترف حميدو في جريمة اللي اقترفها بحق والده رحمة الله عليها وصار يروح يقبض الراتب يعني راحوا على المؤسسة اللي يقبض منها الراتب حميدو تبين لهم أنه حميدو مسوي أوراق تنازل أو وكالة من والدته له بالراتب بحيث أنه يقدر يقبض هذا الراتب وفعلا خلال فترة ثلاثة أربعة شهور هو اللي كان يقبض الراتب المهم بعد اعترافات حميدو وتمثيله للجريمة تم تقديمه للمحاكمة وبعد عدة جلسات تم الحكم على حميدو بالإعدام شنقا كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير من العبر وخصوصا بالنسبة لحميدو هذا اللي قتل والدته يعني أم ربتك على مدارها السنين وهي الداريك من نسمة الهوى تيجي تقتلها أنت بسبب مبلغ تافه لكن المخدرات والبلاوي هذه تساوي أشياء كثيرة ممكن أنها ما تخطر على البال لذلك الحذر الحذر يا أخواني وخواتي ديروا بالكم على أبنائكم وراقبوهم رقبوا تصرفاتهم رقبوا طلعاتهم وفوتاتهم أصدقائهم وكذلك العبرة الأخرى بالنسبة لإخوان الحاجة يمينة أنهم يعني شلون صدقوا رواية حميدو أنه فيه المستشفى وشنو المرض اللي عندها اللي يخلي الأطباء يمنعون زيارتها طوال هالفترة هذه ففيه جزء من اللوم يقع على أخوان الحاجة يمينة ونسأل الله العفو والعافية في نهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر